ومشيات كما في السماء كذلك على الأرض وبذلنا الذي الرضاعتين اليوم مغفل لنا الدين وبنى كما نغفر نحمد المزدبين على الأرض فينا في تقربة لهكي نجينا من الشرير بالمسيح يا سوى ربنا لأننا لك الملك والكل مجدد إلى الأبد أمين خدمة خريستوس تيسوس بين شعيس في الفلوغيتين في بلوغيتين فيران فاسي نا repetل احضرتنا سمية فيها سمية نظر ما موسيقى 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 أمين السيسة والقصدير والسولة كان النبير عن الموضوع في عيو سابر إسكانات المدينة العظمى الإسكندرية ألباتوا لنا كل منتحب تعظى الحقيقي In the days of your primacy This great mercy has reached us We the unworthy ones وين مجيء آبا وين لابس الصالح إلينا نبابي شيء ونبابولا الكوكى بين الني رأي Those who became our work for our salvation And enlightened our souls with their clear bodies السلام لابين أمبابي شيء الرقل البحر الكاميل السلام لابين أمبابولا عادي بالمسيح إلينا نبابي شيء سريء إلينا نبابي شيء ونبابي تفكال النبير عن المسيح رابين سوء إرسون سليجون خنماتي إلينا نبابي شيء سيطراكين كيتو أوتن إلينا نبابي شيء سنبترين تيسي أوتوكو وينبر سنو سنسي يوني بين سلام لك يا أيطا العفراء الملك الحقي الحقاني السلام لفخر جنسنا ولدتي إلينا عما نوئيل بس ليك سكورنا أيضا شبيعا وزمنا أمام ربنا يسعد نسيح يقفر لنا يا رب برحم يا رب برحم يا رب برحم يا رب ببليب انوان جاهد بحيه 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 موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 شكرا للمشاهدة 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 خبر للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 أتوب إليكي يا ابن أدسيون يفراحوا بينكي يا ابن أدسيون يا ابن أدسيون المترجم للقناة 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 يا ليسون كير يا ليسون يا رب معنا يا رب حمنا يا رب باركنا باركنا شليل فلوغيتين سمورني پاسين يا نمو منضي يا أم الشيطان يا رب يا فلوغيتين يا رب يا رب ترجمة نانسي قنقر 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 فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تتعبون المرأة فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسد تكفيني الحق أقول لكم حيث ما يكرس بهذا الإنجيل في كل العالم يغبر أيضا بمفعلته هذه المرأة تذكارا لها ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي القنقر كيف تستخدمها تالنت حتى لو سان ميري لا تستطيع من الول كما في حياتي لا تستطيع منها وليس لا تستطيع منها ومع ذلك ومع ذلك لكنها تستخدم ما تستخدم ما تستخدم ونحن أيضا لدينا الكثير من الوصول ومع ذلك سؤالنا هل نستخدم أم لا؟ الأول كل مننا لدينا الكثير من الوصول الكثير من الوصول وإذا لم ترى أنك تستخدم أنك تستخدم تلك الكثير من الوصول أو تشكوك ، فعطة إن شخص حقك بسبب طبيعة yet كما تستخدم المشروع جميع تتمكن منهم بعدها للعمل ونحن نجد فترة ونحن نجد ونحن نجده ونحن نجده ونحن نجده بسبب طبيعة وفتلاً نجده ونحن نجده ونحن نجد second point, don't compare yourself do not compare yourself when you compare yourself with others you want to put yourself down or you want to have pride don't compare yourself and God will not ask you how many talents you have but He will ask you did you use it or not and God will not only ask me about the sins I did but he's going to ask me about the gifts he gave it to me and I didn't use it it's wonderful to have a church full of working like everyone, each one of us is serving in any position I don't have to be like a priest or a deacon to serve I don't have to be like a Sunday school servant to serve I just have to be a Christian serve and sometimes we see people like they don't have that position big position but they use the talent very well if you check Saint Habib Gerges Saint Habib Gerges, he was a deacon, an archideacon he was not like a pope or bishop or whatever but actually he changed the whole complicated church with the Sunday school movement and actually they fight him a lot like when you go to start Sunday school some churches was like closing the doors don't get into and he used to have Sunday school on the street sometimes in front of the church doors people were not convinced yet about Sunday school and so on but he fight it he used his talent oh I'm good in teaching I'm going to do it I'm good at organizing I'm going to do it and he was very organized so everyone has talent don't compare yourself don't wait to have a position to start to serve fourth point don't be lazy don't be lazy that's for all of us sometimes it needs only one phone call one phone call extra phone call like sometimes there is someone didn't come to church for a long time and we called him many times and we called him again and again but he didn't come and it needs it needs one extra phone call to bring him but we lost hope do the extra mile do the second mile walk the second mile another point there is a reward for whoever gonna use his talent earth not for people who want to to be lazy or to play or to or to relax little bit extra earth for people who's gonna fight for God's kingdom so put the extra mile if you don't see any talents in yourself go to a buna or to a servant to find with you to talk to you and find out what's your talent and start to use it and all of us have at least all of us have at least two talents one of them time we have time all of us have 24 hours every day like the homeless has 24 hours and the president has 24 hours but each one use it differently so that's one of the talents we have how we use it how many hours sleeping how many hours talking how many hours using social media and how many hours surfing how many hours working how many hours and I do remember someone was talking about if I use social media like for let's say 3 hours 4 hours a day maybe 15 like 3 hours a day 3 hours a day it means what it doesn't mean 3 hours a day it means 3 over 24 so it's 1 over 8 so every 8 years from my life I spend 1 whole year on social media so if you are 40 years old you spend 5 years do nothing do nothing except social media if God gives you like 8 years like 80 years 80 something so you're gonna spend 10 years on social media 10 years on social media 10 years non-stop you don't eat you don't you don't go to do anything you don't sleep just 10 years for social media like 3 over 24 it's 1 over 8 easy so how I'm gonna use my time we use or lose our time so that's one of the gifts sometimes we get into our argument which we know it's gonna go to nonsense it's gonna end just more fight and I do it every other day every other day that's losing time losing talent losing life and getting more problems so so we have a lot of talents one of them our time which is our life one of them our family like everyone has a family family means a big family maybe the whole church maybe family at home maybe the family like grandfather grandmother and so on so this is another talent how we deal with our with this talent by the way it's not you don't need to be like this famous servant or this like gifted one to to serve christ like for example judah iscariot was one of the twelve and he didn't use this position these talents which Christ gave him a lot on the other side St. Paul Saul was not one of the twelve or the seven but when he became Christian he used all his talents so to summarize first part you have talents don't compare yourself use your talent for Christ use your time wisely that gonna reward me for what I'm doing or gonna ask me about what I lost this the you have to be a lot to be very what I do have a lot with him and he doesn't give it a lot and the what he does he does have a lot of and he doesn't have a lot ومش مهم عندك واثنتين ولا خمسة ولا عشرة لان ربنا هيسألك على انت غيبت كم من كم لو معك واثنتين مطلوب منك اثنين مئة في المية خمسة مطلوب منها خمسة يعني ده العكس صحيح ده اللي مع وزنات اكتر هيتحسب اكتر اللي مع وزنات اكتر هيتحسب اكتر وعلى فكرة مش مهم اول واحد يبقى عنده ان هو مشهور او مسؤول او ابونا او اسقف عشان يؤثر لو كنت بس ابونا كنت غيرت كل الدنيا فكرة حبيب جرجس ما كانش ابونا بس غير كل الدنيا على فكرة معظم الخدمات الكبيرة ما ابتدتش بيه بوزيشن وكلام كده كان ده من الصح القصة حد بيبتدي حد بيعمل عليه على فكرة اللي جاب بطرس الرسول بطرس اللي بقى حد كبير خالص كان واحد راح قال له ايه راينا مسيح تعالى منصر احنا اسمع شفنا المسيح ما تيتشوفه وعلى فكرة ممكن كلنا نعمل دي ممكن كلنا نجيب ناس للمسيح عن طريق ايه؟ كلمة بسيطة مكلمة زيادة حد بقى الفترة ما بيجيش مكلمة كمان طب ما غايش من تاني مكلمة التالتة بقى افتكد كان حد بيحكي على خدمة لارس احد وكان طول السنة فيه ولد في الفصل ما بيجيش خالص بعدين كل اسبوع ما كانت عنده في كنسة كده كل اسبوع لازم اللي ما يجيش يفتقدوه ان برسوني بيروحوا لغاية البيت يفتقدوه كل اسبوع بيروح لو ما بيجيش خالص كل اسبوع يا غاية مش موجود يقول للمنته ماما واقف على الباب الولد جوه فيقول المنته قوليه ومش فاضي ولد ابتدائي وانكل بيروح مرة واثنين 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 طول السنة ومجيش فلا مرة طيب اعمل يا اشتب اسمه ولا بديه اللي بعده ماذا ده اللي بعده بعد كم اسبوع في الكنيسة لقوات صوته عالي كده بيدور على واحد اسم فلان فقول له انت عايز ايه استاذ فلان استاذ فانمين هو الخدم اللي بعده اخيرا جي فعلا الخدم اللي بعده رح له مرة واثنين وجابه ما تفقديش الامل ابدا ما تفقديش الامل ابدا امان لانه ربنا ادنا عطايا ادنا مواهب ادنا جيفت والجيفت الغريب اللي خدناها كانت اكتر شوية من ناس كتيرة قوي احنا اشكر ربنا يعني من الكنيسة ومتعلمين وعايشين في بلد كويسة وفيه 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 سوشال ميديا وفيه ممكن استخدمها كويس بس اللي يستخدمها للي يستخدم العطايا بتاعته المواهب بتاعته ولما تعمل حاجة حلوة أو حاجة مش حلوة ما تبصش ورا يعني ايه فيها تقولك أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام لو أنت عملت حاجة كويسة ما تبصش ورا على الحاجة الحلوة عشان ما تعملش ما تتنفخش ما تتكبرش وعملت حاجة مش حلوة رمتها تبت عنها ما تبصش ورا عشان ما تقعها شتيني العضايا كتير واحدة منها الغنى الغنى في حد استخدمه حلو سليمان حكيم استخدمه حلو في الأول في حد استخدمه محفش أوي زي الغني الغبي الزكاء حلو في حد استخدم ذكاء هذا في السرقة يهوزا حد استخدم ذكاء هذا في الخدمة بلس الرسول يهوزا العضايا كتير بس المهم اللي يستخدمها طب أنا ما عنديش كل الكلام ده أنا بعرفها بطبخ بس بطبخ بس في ناس في الوقت الكورونا كانوا بيتبخوا يعملوا أكل ومن على الباب من بعيد يروحوا للناس اللي عندهم كورونا ويوصلوا لأكل على الباب طب أنا ما بعرف تعمل حاجة بس أن أنا قاعد في البيت عين فتجر قصة جميلة قوي عن أبونا تدرس يعوب لما كان بيخدم زمان هنا فلوس أنجلوس حاجة سبعينات وكان رجع بعدها حاجة وعشرين تلاتين سنة فيروح مع أبونا فلوس أنجلوس بيلف على البيوت اللي كانوا بيخدمها زمان فرح الأنكل اللي عنده تسعين سنة يقول له عم فران عم لي قال له الحمد للأبونا قال له أخبار الأدس إيه بتروح الأدس تقدر تروح قال له أشكر ربنا في حد بيعدي علي ياخدني ووصلني الأدس طبعا بطلت سوق قال له طب العشية قال لا ما أقدرش يابونا روح يومين وارا بعض أتعب ما أقدرش قال له طب الخدمة قال لا يابونا ما أقدرش يابونا ما أقدرش أنزل أصلا يعني خدمة إيه قال له طب إيه رأيك نشير اللي يفضل على الباب اللي هي منزل عم فلان ده ونكتب عليها دير عم فلان قال له يعني إيه قال له أنت عارف أن الناس كثير قوي تعبين وعارف أن الخدمة فيها حاجة كثير قوي مش أنت بتصلي الصبح أيوة إيه رأيك لبعض ما تصلي الصبح تقول له أسكر رب كنيستي كنيست كذا والخدمة اللي فيها ومدرس أحد وشها ممسى وبونا وا 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 وبالليل وأنت بتصلي قول له يا رب أسكر فلانة متخنق مع جوزة أسكر فلانة مش عارفوا مشكلة مع ابنه أسكر فلانة طب أنت الدير اللي بيحرك كل اللي حواليته وأنت قاعد في البيت أعرف حد تاني جاله أم أس أم أس يبدرب العصر وبقى ما بتحركش بقاعد في البيت هو قاعد في البيت وبيتكلم بالعافية كان يعمل إيه؟ وبيروح قدس على ولد شير مجرجع تاني فبيأخذ باله مين من صاحبه ومكش وهو عيان وعلى ولد شير هو في البيت بعد ما روح بيعمل إيه؟ بيكلمهم بينطق بالعافية عشان يفتقدهم إيه ده هو أنا آه ما مش ديه السباقية عندي هستخدمها تاني ام اس مشكلة يتحرك على ولد شير بيتكلم بالعافية بس أنا إيه سا بتكلم ممكن افتقد الناس اللي مجرجون ناردة تخيل بقى لما حد يفتقد واحد هو عارف إنه عنده مريض وهو يتكلم كده هيعمل إيه؟ يجي طبعا ربنا يا حسبني على جهادي قد إيه؟ مش مهم السمر لأن العافية كان فيه ناس أيام يونان ويونان من غير ما يتكلم تابوا وفيه ناس أيام أرمية أرمية النبي وأرمية طلع يعني عيط لما بكى لما جاء في الاخر وما رجوعش أنت مش بسرعة عن نتيجة أنت بسرعة عن أنك تعمل اللي عليك أنت مسؤول عن اللي عليك طب فول هنا مش عارف إيه؟ أنا مسؤول لنا صالحة طب أصل هي أنا مسؤول أعمل علي ربنا لا يكمل حد كان قال كلمة غريبة قوي ويثنك جميل قوي تخيلوا معي إن إحنا عيد العدر الجاي عيد العدر الجاي ومتنين وعشرين نهارده 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 جام حد عشر حد عشر يوم بالظبط تخيلوا إن إحنا نقضي عيد العدر الجاي مع العدر في السماء تخيل إن العيد العدر الجاي يوم نحن أمشينا نحن في السماء أنت في السماء أنت هتمشي على يوم 22 أنت ماشي على يوم 22 هتعملي إيه في الحداشر يوم اللي بقين تاني تخيل بس تخيل بجد إن إنت ماشي يوم 22 هتقدر العيد مع العدر هتعملي من النهارده لغاية يوم 22 أنا أعرف أن كان يقول هذا وخلال نفس الإسبوع طر فعلاً أقل من الإسبوع كان سفر فتخيل كده فعلاً تخيل كده فعلاً إنك ماشي خلال 11 يوم ناوي تعمل إيه فيه خلال واحد كان مهتم بها جداً سيركنها لقد تشهل أسمي فيه خلال شئ كنت مهتم بها جداً فإنك ملتها لأسمي وعما لا تخنق عليها وعما لا تخنق عليها أنا عما لا تخنق عليها كل يوم فإنك ملتها أسمي وفريد الحل وفيه خلال شئين و Complex هفعلة بها لازم تخلص. في حاجات كتركينها لازم تخلص. يعني لو في حد مثلا لسه زعلان مني. لازم تخلص. لازم تخلص. ما تبادش تاني. لان بصراحة هروح ربنا اقول له ايه. هروح اقول له تنم زعلها في كذا تنم زعله في كذا. اصلا هي قلت لي مش عارف ايه. فبقى لي مش عارف قديم مش اكلمها. في حاجات مركونة من سنين لازم اخلص. عارف كده واحد بيقفل دفاتر بنعزل. عارف كده محد بيعزل بيعمل ايه. كان في حاجات مركونة في الجراش بقالها سنين لازم اخلص منها اللي هيترمي هيترمي اللي هيحطه في الكارتون ونحط في الكارتون لازم اتصرف. انا بعزل. طيب انت معزل بعد 11 يوم هتعمل ايه بقى؟ هل في حد ممكن يفكر كده فعلا؟ تحبوا تجربوا فكرة دي؟ انا ماشي 11 يوم. انا ماشي 11 يوم. هتعمل ايه؟ هتصالحي مين؟ هتغفر اللي مين؟ هترمي ايه؟ ترمي ايه؟ ترمي ايه دي خطيئة؟ او ترمي ايه دي حاجة مش مزبوطة؟ او ترمي ايه دي حاجة ماسك فيها وتخلق عليها الفاضحة؟ ينفع ناخد تدريب ده؟ ينفع؟ ممكن؟ اللي يحط السماء قدام عينه في حاجة كتيرة قوي هتقع منه. الدنيا هتتغير هتتزبط. لو حطيت السماء قدام عيني الدنيا هتتزبط. اللي عماد خاني عليه واصلها قالت لي مش عارف من قد ايه؟ اش practitioners. كلام فاضح، كلام فاضح. كلام فاضح يا رب انا وانتم انعملها ارنا فاجل spannend هم استعدين والمجدل اللي هي دائما بتها دائما. شكراً لكم 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 شكراً لكم